اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في هذا التمرين الأول كان 6 أسئلة سؤال أول قال لكم ما وظيفة هذا التركيب سؤال ثاني منع البوابات ABC ثم ما وظيفة X10 X13 سؤال ربع أكمل تصميم لهذا التركيب وخامس أكتب معادلة الإشارة الساعة معادلة رميز R0 وآخر سؤال وشي هو أكمل مخططة زمن وهذا هو المخطط زمن اللي أعطاه لكم جماعة وش مطلوب منكم وقفوا الفيديو وحاولوا في التمرين ومن بعدها شغلوا الفيديو وإن شاء الله تكونوا موافقين في الإجابة انتعكم هيا جماعة نبدأ في الحل رحوا أول سؤال سؤال الأول طلبة مننا وظيفة التركيب أول حاجة جماعة نكبر رقم التركيب هذا وتفهمهم ركزوا معي مليح إذن هذا الشيء هي دارة مندمجة 74 ألاس 198 وهذا السجل وش نسميه سجل كامل ولا سجل الشامل بهن ندوسوا هذا السجل لجماعة وش لازمنا لازمنا ركزوا على زوج وحويج وش هما ركزوا على أس صفر وركزوا على أس واحد بنا نعرفوا نمط التشغيل وش هو هل هو شحن تسلسولي أم شحن تفرع كما كم تلاحظوا كما هنا أس زيرو وش تساوي تساوي بي سي سي معنى تساوي واحد منطقي وأس واحد وش تساوي مربوطة بالجيندي معنى تساوي الصفر منطقي في هذه الحالات تفكروا يديكم وش معنى أس صفر هي يد اليمنى وعطيتها واحد منطقي معنى يد اليمنى مرفوعة ويد اليسرى هي أس واحد وعطيت لها صفر منطقي معنى تها يد ممدودة وبما أنه مرفوعة يد واحدة إذن وش يخدم هنا سيجل شامل يخدم شحن تسلسولي وبما أنه اليد اليمنى هي المرفوعة وش يوانى نوع الإزاحة هي إزاحة يمين إذن فالحالة المعلومة جمعة كيف يسرى لها هذه المعلومة المرات إدخالها اللي هي صفر صفر واحد وين تروح ندخلها في الشفترايت ملكي آ يقلت شفترايت بعدها ملكي آ تركيبي يمينا بعدها تروح يمينا كي سين بعدها تروح كي دي بعدها كي اف بعدها كي جي بعدها كي آش يمينا بعدها نشوف وجمع المعلومة هل تنفذ المعلومة أم لا واش تنلاحظوا؟ نلاحظوا من كي آش تعاو الترجع المدخل الأول تعالق لها بالأول ترجع شفترايت إذن فالحالة وش نقوله هذا التركيب وش هو عبارة عن سجل عام ولا سجل شامل وش هو نوع الشحن تعاوه؟ شحنه تسلسلي لماذا؟ شحنه تسلسلي إزاحة يمين حلقية دورانية كيف عرفته؟ لأن S0 تساوي تساوي واحد منطقي و S1 تساوي صفر منطقي وبما أنه مخرج الآخر يعود للمدخل الأول فإن هذا السجل هو شحن تسلسلي إزاحة يمين دورانية أو إزاحة يمين حلقية بالنسبة لأسئلة الباقي لأسئلة قال لكم ما وظيفة هذه البوابة من بعد سنشوفها هذه البوابة جمعه وش هي بما أنه عندي مدخل واحد سوف يمسح بما أنه X تمسح بالواحد المنطقي وسجل عام بها يمسح لازم له صفر منطقي أنا أحتصرها لإشكالية بنحلو الإشكالية هنا وش لازم تكون بوابة؟ لازم تكون بوابة نوت بتقلب X10 يمسح بالواحد منطقي إذن و X10 جمعه وش وظيفتها بما أنه مربوطة في المسح R إذن وش نقول وظيفتها مسح خارجي آلي انطلاقا من المرحلة الابتدائية من أشغلها وحد أما البوابة الثانية اللي هي بوابة B بما أنه هذه البوابة مربوطة بإشارة الساعة هنا وش حنديرو حنديرو إذن بالإزاحة والله إذن بتدوير محارك خطوة بخطوة إذن هذه البوابة للدير إذن وش لازم تكون لازم تكون بوابة أند والله ناد ومن مستحسن ديما نديروها بوابة أند والله ممكن جاية من بوابة سيام أو اس وإكس للتشفر وظيفتها إذن بتدوير محارك خطوة بخطوة والله وش نقولو إذن بشحن تسلسلي إزاحة يمين دوارانية البوابة الثالثة اللي هي وش لازم تكون لازم تكون بوابة أور لماذا؟ بس كولا عندي مدخل واحد اللي وش افتريت وأنا عندي زوج معلومات حاب ندخل المعلومة مراد إزاحتها والله المعلومة الأخيرة اللي تعود ترجع إلى المدخل الثاني إذن كتعود عندك أكثر من معلومة سواء المعلومتين ولا ثم معلومات ولا ربع معلومات وحاب تربطها بمدخل واحد شكن اللي يحلي المشكل البوابة أور هي اللي تحلي مشكل إذن آوش هي هي بوابة أور بمدخلين المدخل الأول مربوط بالمعلومة المراد إزاحتها ومدخل الثاني مربوط بآخر المخج اللي هو كي آش هاي جمعنا رجعو ونكتبو إذن سؤال الأول موظيفة هذا التركيب وش هو هو سجل شامل 74 ألاس مية وثمين وتسعين هذا الشي سجل وش يجسد لي يجسد لي شاحن تسلسل إزاحة يمين دوارانية وش وظيفة نتعو هذا السجل بالضبط نشوفوا المخج باش مربوطة كي آكي بي كي سي باش مربوطين بالأل واحد أل ثاني حتى آل ثمانية وهذا وش هما وشاءة محارك خطوة بخطوة إذن وش وظيفته وظيفته التحكم في محارك خطوة بخطوة إذن هذا محارك خطوة بخطوة عنده إيتيجاه دواران واحد وجمع هذه آل واحد آل ثاني حتى آل ثمانية منش حنوصلوهم مباشرة بالوشاءة مي كينات تونزيستورات كينات طوابق تضخيم هذا بنسبة السؤال أول سؤال الثنين قال لكم ما هو نوع البوابات آ والبي والسي إذن آ آ وش هي بوابة أور بمدخلين هذه البوابة ووظيفتها تسمحنا الدخل أكثر من معلومة في مدخل واحد إذن آ وش هي بوابة أور وظيفته إدخال أكثر من معلومة في مدخل واحد شفت ريت روح البوابة الثانية بي بما أن هذه البوابة ووظيفتها إذن بالإزاحة دواراني نحو اليمين إذن بهذه وش لازم تكون بوابة أند وظيفته تستيد الإذن بإدخال معلومة وإزاحتها وفي ناس الوقت وش وظيفتها إذن بتدوير محرك خطوة بخطوة كي تعود X13 تساوي واحد منطقي بالنسبة لبوابا C راكم تلاحظوا بأن R يمشي بصفر منطقي والX على باكم X10 وش معناتها مرحلة يبتدي من أجوله واحد كي تنشط تمد واحد منطقي الواحد منطقي هذا المجمع لا يقدش يمشح للسجل ما نقلبه يمشح للسجل لازم نديره لبوابا تنعط نفي بات ولي X10 كي تجي واحد وواحد وش يصروا يتنفى يولي 0 الاري يتاكتيفها ينشط كي ينشط يتمسح كل مخاش إذن بما أنه عندي X10 مدخل واحد لازم لي ننفيها إذن بوابا وش هي هي بوابا نوت وش وظيفتها تجعل X10 تمسح السجل بواحد منطقي سؤال تلاتها طلبة مننا وظيفة إنيت وX10 وX13 إذن X13 بما أنه X13 مربوطة في بوابا أد ومربوطة بإشارة 9 أي حاجة مربوطة بإشارة 9 وظيفتها إذن أو توقيف إذن ما عندها كيتمدلها واحد تمشي التركيب وكيتمدلها 0 توقف لتركيب إذن X13 وش هي هي مرحلة ثالثة من أشغول واحد وش وظيفتها إذن بشحن تسلسل لإزاحة يمين دورانية والله وش نقوله بما أنه هذا التركيب يتحكم في وشائع متور با أبا إذن وش وظيفتها X13 نهار لمدلها واحد متور با أبا يدور إذن X13 إذن بإزاحة يمين دورانية والله وش نقوله إذن بتدوير محارك خطوة بخطوة جماعة علاقوا تإذن بإزاحة يمين دورانية بس كو نمط تشغيل S0 و S1 جبتهم من نمط S0 و S1 السفر الشي سوي واحد منطقي VCC و S1 يسوي السفر عرفته شحن تسلسل إزاحة يمين رحوا لي بعدها اللي بعدها اللي هي X10 جماعة X10 مربوطة بالمسح إذن وش وظيفتها X10 وش هي هي مرحلة ابتدائية من أشغول رقم واحد اللي مقرش غراف سات مراجع تعرفها بإذن الله في درس المتام إذن هي مرحلة ابتدائية من أشغول رقم واحد وبما أنه مربوطة في المسح وظيفتها مسح السجل خارجيا بطريقة آلية إذن X10 وش هي مرحلة ابتدائية من أشغول رقم واحد وظيفتها مسح السجل الشامل وش معنا كي آ كي بي حتى كي آ ش يقوله كامل أصفر رحوا سؤال رابع سؤال رابع طلب من إكمال تصميم لهذا التركيب هنا جماعة بيطلب منك تكمل تصميم لازم تعرف تقرار الوثيقة الصانع هذه الوثيقة الصانع المعطات من طرف الصانع معناتها أنت مش راح تقدم سجل وحدك هو هيعطي لك طرق التحكم في السجل كما هنا شفتوا إشارة 9 ساعة شكون يقوم بها المسح شكون يقوم به أسكو إذا حيامين دورانية ولا إذا حيامين أنماط نماط التشغيل كل شي يعطيه لك في وثيقة الصانع هيا جماعة زينا رحوا سؤال أرقم أربعة سؤال أرقم أربعة أكمل تصميم لهذا التركيب بها نكمل تصميم هذا التركيب لازم أول حاجة نشوف السيركوي اللي إعطاها لي اللي هي 74 ألس 192 اللي فيها 24 قطب وهذه الدارة مندمجة مش هنكملها من عندي أنا يا وش لازم نتبع لازم نتبع خطوات لإعطاها من طرف الصانع وش لازم نتبع وثيق الطرف الصانع هذا المخطط الوظيفي المبسط المعطى اللي هي وثيقة الصانع وش معناتها بها نكمل هذا التصميم لازم لي استراتيجية استراتيجية هذه يجمع فيها خمس خطوات الخطوة الأولى وش لازم لي هي خطوة التغذية لازم لي نغذي هذه الدارة عن طريق قطبة 24 وقطبة رقم 12 خطوة الثانية وش لازم لي نعرف لي شكون يقوم بعملية المسح السجل كما كنت لاحظت أن شكون يقوم بعملية المسح السجل اللي هو إكسة عشرة الخطوة الثانية وش لازم لي نشوف شو شكون يمد إشارة سعة لسجل شامل كما كنت لاحظت بعملية المسح السجل شكون يقوم بعملية المسح السجل اللي هو مرحلة إكسة 13 والخطوة الرابعة وش لازم لي لازم لي نشوف النمط التشغيل هل هو شاحن تسلسولي أو شاحن طرف الرعي وش كوني يعطي لي هذا النمط اللي هو اس صفر واس واحد وآخر حاجة وش لازم لي نشوف المخاجب وزيد السجل هل هو حلاقي أو ليس حلاقي هاي جمع هذو خمس خطوات نطبقوهم واشنلاحظوا باللي تصاميم تسجلات بسيطة جدا هاي نبدأ أول حاجة وش لازم لي نديل تغذية لازم لي مصدر جهود VCC ولان من المسح سنزيد المقاومة وبعدها نربطوها بالقطب 24 لازم هذه المقاومة جمعه أنه على باش الجهد اللي يعطاه لي قده اسكو 5 فوت 10 فوت 12 فوت 24 فوت وعلى باكم باللي دارة مدمجة تتيال باش تمشي تمشي بخمسة فوت لو كلمت لك 12 فوت لازم يجيب مقاومة اللي تتغذى بسبعة فوت وتخلي خمسة فوت توصل دارة مدمجة ثاني حاجة القطوة الثناش باش ناربطو ناربطو بجياندي هنا وجدرت طبقت الخطوة الأولى اللي هي خطوة التغذية روح الخطوة الثانية اللي هي المسح شكون يقوم بعملة المسح كما كنتلاحظوا كنا طريقة واحدة عن طريق مرحلة ابتدائية من أشغولة واحد إذا نشو ندير في هذه الحالة نكتب هنا اكس عشرة وعلى باكم اكس عشرة جمعة كيتونشو تمد الواحد الواحد ما يقدرش يمسح بس كل الار يمشي بسفر منطقي بنحلو المشكل لازم نديره بوابة نوت باك تمد هنا مرحلة كيتونشو تمد واحد واحد الشي صارو يتم في ولي زيرو الار كي يوصلها زيرو تمسح كل مخرج إذا حل المشكلة وشي هو إضافة بوابة نوت بها تقلب اكس عشرة كتمد واحد تمسحها سجل إذا ما نخرج بوابة نوت ناربطه بالقوطة برقم 13 اللي هو كلير وعلى بعد ما كملت المشكلة ونروح ونروح لإشارة الساعة ماذا يمدل إشارة الساعة؟ هنا السجل لازم له الإذن ماذا يقوم بعملة الإذن اللي هو بوابة أنت فيها مدخلين مدخل أول مربط بإشارة الساعة ومدخل ثاني مربط بأي كسة 13 إذا هنا نرش بوابة أنت حتى نديرها الثاني تصلح لازم يكون فيها عنصار مماس مع أنتها كتمدلها زيرو بنتجة تخرج زيرو إذا ما نديره؟ نديره آش ومدخل ثاني نديره إكس 14 ولمخرج البوابة باش نربطه بالقوط بطلق 11 اللي هو كولوك صحيح بعد ما كملنا خطوة ثلاثة ورحوا الخطوة رقم 4 اللي هي لازم يشوف نمط التشغيل كما كم تلاحظون نمط التشغيل S0 وش ربطناها؟ ربطناها في VCC معناتها واحد والأس واحد ربطناها في جديد الزيرو ومعناتها ندير الشحن تلسلسلي إزاحة يمين إذن أس زيرو باش نربطها بال VCC إذن أس واحد قدها رقم تاحها أس صيفة رقم تاحها واحد معناتها نرسمها نربطها بواش بال VCC وندير نقطة التقاطع جمعها أي كابل يتخاطع مع كابل ديروا نقطة التقاطع بلا تكون خدمة تعكم منظمة بعد ما كمت أس زيرو رحوا الأس واحد الأس واحد ربطت بصفر معتها ديزاكتيفي تو إذن رحوا الأس واحد اللي هو قطب 23 باش نربطوها بجياندي نربطوها بالكتلة ونديروا نقطة التقاطع هنا وش كملنا جمعها كملنا أنماط التشغيل ماذا أنت عندي شيفت ليفت أجمعها كما كنت لاحظوا شيفت ليفت نربطها بجياندي إلا هم نحتاجوها بس كون نمط اللي ديرتو شحن تسلسلي يمين معناتها نحتاج شيفت ثرايت أما شيفت ليفت ما عندها حتى دور على هذه نربطها من مستحسن نربطها بالجياندي شيفت ليفت قدار قمتها اللي هو قطب 22 إذن نرسم منها ونربطها بنقطة هذه ندير نقطة التقاطع يعني معناتها مربطة بالجياندي بعد ما كملت النمط الجمعات لكو نروح روح المخارج لكن تلاحظوا بلي المخارج الثامنية هذي باش مربطة مربطة بوشيء محرك خطوة بخطوة وللعموم مع أنتها مش كيئة مربطة بالوشيعة وشاكينا دارة التحكم اللي يكون فيها مقحل ومقاومة والعجلة الحرق مع أنتها ما ننطوش نربطه كيئة مباشرة بالوشيعة ما هذي ما تتهمناش حنا معناش مرة جاي نحكو عليها كي نقرام محركات ولا موتور بآبا إذن إذن وشاكم تلاحظوا معي كيئة باش مربطة بالوشيعة الواحد نحاوس على كيئة إذن كيئة هو قطب 4 مربطة بالوشيعة الواحد كيب هو قطب 6 مربطة بالفنين قطب 8 اللي هو كيسي مربطة بالثلاثة كيدي اللي هو قطب 10 مربطة بالربعة وكيو هو قطب 14 نربطة بالخمسة وقطب 16 اللي هو كيئة نربطة بالستة وقطب 18 كيجي نربطة بالسبعة وآخر مخرج اللي هو كي اش بطب عشرين نربطو بالثماني هنا وش درت درت المخاجم بعدها نشوف هل هناك إزاحة حلاقية ولا لل وش لكم تلاحظوا تلاحظوا باللي المعلومة كي توصل كي اش كي لنقطة تقاطف ترجع شيف ترايت إذا هذا الشحن تسلسل إزاحة يمين دورانية إذا وش ندير في هذه الحالة كما كم تشوف هذه البوابة اللي أصمتها بوابة اللي تقدر تدخل لأكثر من معلومة في مدخل واحد إذا هنا نجيبه نقطة من آخر مخرج كي اش وبعدها وين نديره نديره شيف ترايت وبما أنه عندي زوج معلومات كيف نحل له مشكل نصمه بوابة أور بمدخلين مدخل الأول نربطوه بكي اش ومدخل الثاني نعطوه له المعلومة الابتدائية موراد إزاحتها تسلسليا يمين دورانية وبعدها نبخش تعال بوابة باش نربطوه بشيف ترايت اللي هو قطب رقم اثنين وهنا يا كملنا تصميم لهذا التركيب انطلاقا من الوثائق الصنع كما كنت لاحظوا خدمة بسيطة جداً ما في حتى إشكالية وهذا سجل العام جامي جاف الباكالوريا على هذي حاول التركيسونيه راوسيه ما في حتى إشكالية هاي الأولاد روحوا السؤال اللي بعده سؤال اللي بعده شقال لك قال لك اكتب معادلة كلوك ومعادلة راس هذه أسئلة بسيطة جداً قاد يقولها اكتب معادلة والله اكتب التوفيق إذن هاي نبدأ بأول حاجة نبدأ بأول حاجة بتوفيقة راس روميز A0 روميز A0 هذا الخط البنفسجي هو سميه كتلة روميز A0 شكون يتحكم في هذا الخط جمعا تحكم في اكس عشرة وكي نبوابت نوت إذن هنا شو نقوله روميز A0 شي يساوي يساوي اكس عشرة با ولا إذا ما حبيتش تجبدها مثلاً من مخطط اللي خصام حتي روح شوف الوثيقة الصانع شوف هذه الأرهية المسح هذه هي راز شكون يقوم بها اكس عشرة وهنا من فيها احنا أعطيتهم وجمعا أعطيتهم مجهولين بها تعلموا تخرجوا البوابت واحدكم عادة في الوثائق الصانع دي ما يعطيكم البوابت هذه وجدين أواكي أنا نحبكم تعودوا تخدموا كل شي وحدكم إذن هنا وش نكتبه راز ماذا يساوي يساوي اكس عشرة كل معان تها اكس عشرة بي تخدمت صفر منطقي روحوا وكلكلوك كما كما تلاحظون كلوك وش نساوي ماذا يساوي كينا بوابت اند فيها مدخالين إذا سيكا وش نساوي يساوي اكس عش في اكس 13 ولا تقدر تطولها من وثيقة الصانع إذا وش نساوي اكس 13 في اكس إذا نكتب هنا سيكا وش يساوي يساوي اكس 13 في اكس وهنا كملت المخطاة مهم أكملت التوفيقات مع عراز وتوفيقات مع إشارة سعة السيكا رحوا سؤال رقم ستة سؤال رقم ستة وش طلب منها جماعة هنا طلب منها إكمال مخطط زمني لكل مخاجر القلبة من الكياء للكياء جماعة كارك تشوفها كذا تقول بلك خدمة صعبة وكذا من هي ندركوا كي نخدموها نلقوها بسيطة جدا ما فيها حتى إشكالية خاصة جماعة اللي تفرجوا الفيديو والتوعي كي خدمتهم كيف نخرجوا المخططة الزمنية للسجلات بنفس الطريقة حنخرجوها لسجل الشامي أول حاجة جماعة وش لازمنا نشوفه أخي قلتكم كي تطور من مخططة منطق رح شوفوا إشارة الساعة إشارة الساعة هنا سيجل الشامل باش تمشي تمشي بجبهة صاعدة مع أنتها روح لإشارة الساعة وين تلقى جبهة صاعدة ديلها إسقاط هنا كذا كان جبهات كان حوالي 10 جبهات أو 11 جبهة وين نلقى جبهة صاعدة وش مع أنتها جبهة صاعدة هي اللحظة الانتقالية من مستوى الأدنى لمستوى الأعلى مع أنتها جبهة تطلع على ذي سموها صاعدة هذي نديروا إسقاط الجبهة الأولى على كل مخارج بنفس الطريقة الجبهة الثانية ثلاثة إلى غاية الجبهة الأخيرة بعد ما كملت الجبهة تجمعها بعد ما كملت إشارة الساعة ودت لها إسقاط حالة ثانية وين نروحه نروحه للمسح هكذا المسح الـ Air باش يمشي يمشي بمستوى الأدنى شكو يتحكم في المسح؟ اللي هو تحكم في X10 X10 أعطيها لي ولا ما أعطيها ليش؟ أعطيها لي صحيت X10 جمعها كنتمد لها 0 كنتمد لها 0 0 يا أخي هذي قلنا عليها باباة نوت سيفر نفي تقعه 1 واحد أسكو يمسح ولا ما يمسحش؟ سيفر كنتمد سيفر نفي تقعه 1 واحد ما يمسحش معناتها وش نقوله X10 إذا كانت 0 تكون خاملة إذا كانت 1 X10 لو كنتمد لها 1 وش هي ينشط ينشط الآن لماذا؟ شوفوا أكتب هنا 1 وش يلقى؟ يلقى باباة نوت شوالي 0 روسة يمشي ب0 وعطت له 0 هنا المسح يمشي ولا ما يمشيش يمشي معناتها تمسح كل قلابات إذا هنا وش نقوله X10 هنا X10 كاعة كامل في المستوى الأدنى هنا راح تكون خاملة معندها حتى دور بصح في واحد منطقي في المستوى الأعلى هنا X10 راح تنشط راح تمسح لكل قلابات إذا في هذه الحالة وش نديرها جمعها؟ بلا ما تروح K-O, K-B, K-C, K-D ركز على المسح والون إذا هذه اللي شفتها اللي هو واحد منطقي نضللها شكرا ضللتها يكون بلاون البنفسجي وش معناتها؟ هذا المجال خاص بالمسح وش معناتها نجيب ستيلو بلاون الأخضر وابدأ أرسم هذو كامل يكونوا أصفر ممسوحين بصكوا له مسح الخارجي عن طريق مرحلة X10 بعد ما كملت المسحة جماعة بديت بإشارة الساعة وبعدها وين رحت وراح تنمسح ودركوا وين رحوا هنا رحوا نمط التشغيل أنا تفاهمين عليها إذن أكبر ما رحوا نمط التشغيل الجماعة خي كما قلت كومونق بسجيلة دي ما أسأل رحك سؤال بس كولها كيقول لك ختمني مخطط زمني أنا شفت الولاد بزيث كي جوا يخدموا مخطط زمني يخدموا على أساس تبديل وكأن يخدموا مخطط زمني للعدادة وش معنتها كي يعطي لك مخطط زمني اسأل وراحك سؤال وش هو هذا المخطط زمني اللي لعن اللي لعن اللي لاش نخدمه أسكوا نخدموا العدادات اللي لازم نخدم بنامط التبديل ولا نخدمه سجلات اللي لازم نخدم بنامط التقليل وبما أنه سجل عام هو سجل إذا هنا في الجهة اليسر أكتب تقليل كلمة التقليل وضرحوا نفهموا شمعنتها كلمة التقليل هذه الكلمة مهمة بزي ما تخليكش تغلط صحيح بعدما كملت التقليل وين تروح؟ رحوا نشوفوا النمط نمط نمط تاع السجل العام شوف الأس صفر وأس واحد وشاكم تلاحظوا؟ تخذوا بللي أس واحد يسوي واحد وأس صفر يسوي صفر بما أنه أس صفر يسوي واحد وأس واحد يسوي زيرو معنتها نمط وش هو شاحن شاحن تسلسل إزاحة يمين بما أنه شاحن تسلسل إزاحة يمين شكل هو القلاب اللي نبدأ بنرسمه؟ أسكن القلاب الأول ولا قلة بالأخير أسكل مخرج كي أو للمخرج كي آش بما أنه شحن اليمين هذا وشن ديره؟ هذا نديره عليه الإكس ونبدأ نرسمه هو لوت وبهنا نفهمها مليحة جمعة الكي آشي قلت شوفوا هنا يعني إذن كي آشي قلت كي آشي قلت شفتا ريت وشفتا ريت تعطيها لك ولم أعطيها لك شفتا ريت إذن وش تقولي؟ تقولي كي آشي قلت شفتا ريت وكي بي وشي قلت كي آشي قلت كي بي وراح حتى توصل كي آش هيدا بدأو جمع كي آشي بما أنه كي آشي قلت شفتا ريت عندي قيمة انتاحة إذا كي آشي سيوي سيفر كي وصل نقطة هذي وشي يلقى شفتا ريت يلقىها واحد إذن كي آشي يكون يدي قيمة واحد ويبقى احتفاظ ذاكرة حتى نجبها الثانية في الجبهة الثانية وشي يلقى شفتا ريت زيرو معانتو وشي يقلت؟ يقلت زيرو ويبقى احتفاظ الجبهة ثلاثة معانتها من تاقلهم الجبها نعرفه قيمة شفتا ريت بناعرف كي آشي جبها الثالثة زيرو معانتها زيرو احتفاظ جبها ربعة زيرو يبقى زيرو جبها خامسة زيرو جبها ستسة زيرو جبها سبعة زيرو جبها ثامنا زيرو وجبها تسعة زيرو وجبها العاشرة زيرو وهنا توصل هنا توقف هنا ما تزيدش بسقو هذا مجال للمزل بعد ما كمت كي آشي معه خلاص هده كل شي ولي بسيط مكا حتى إشكالي. نهاري تجيب كيئة كل شاح تجيبه صحيح. إذا وش ندير أدرك؟ شاو شا عنديه؟ بعدها شنقول نسأل رحي سؤال المعلومة من الكيئة وين طروح؟ الكيبي معنات كيبي قلت كيئة ويدير تأخر زمني قدره دور معنات هذه القيمة لها يجبتها وش دير؟ دير تأخر قدره دور تي ومبعدها زيحة نحو اليمن يجبتها كما رحا شفته كيبي وشي قلت كيئة هزة كما رحي ونقلها للبي صحيح بعدها ما طروح هذه المعلومة بي وين زي الطروح؟ تعود طروح للسي بتأخر قدره دور وتبقى هذه الطريقة حتى نقلب الآخر دي ما تأخر دور ومشي إزاحة نحو اليمن ودي ما مشي يميناجماع سواء لسحنت السلسق اليسار ولا يمين perchم في اليمين تبدأ بالكيئة و putsكر average. الأن أماس الثقة님이 بي ومتحك المعلومة يتأخر دور تروح للسي للأو بعضها بتأخر دور. وين تروح؟ تروح لل-F. وبعدها تأخر دور. وين تروح؟ تروح لل-G. وبعدها تأخر دور. اذهب لل-Y. تروح لل-H. وبعدها سأوسلا لست اذهب الوش المعلومة. فشاهدو ، هناك سجدما الوداء يا أود في النقاط من لرجاءه. يعود ان ي darumiseية الإطلاع لab 小اء كه . إذن alleen ل TERR. بقيمة تأخر قدره ضغير. بالنسبة لا يلتطيع القطاع. وين تعود. تروح تروح الكيبي بتأخر قدره الدار بعدها كيف وصلت هنا يا جماعة راكم شوفوا هذا المجال هذا المجال خاص بالمسح اذا هذه النبضة وش نديرها النقص منها برسكو هذا اراه مسح وهنا يا اراني كمل وش بقالي هذه الخطوط اللي بقالي نكملهم بالاصفر نجيب ستيلو ونكمل هذه الصفر هذه الزيرو زيرو 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 كملهم كامل اصفر بهذا الشكل طريقة بسيطة ما في حتى اشكالية واسهل انا تبلي المخطط الزمني تاع السجلات اسهل من العدد وش بقات لي حاجة بقات لي هذه واحد او صفر ما كاش منها اذا واحد او صفر وش يسوي واحد نجيب الممحات ونعصم هذه وهنا يا وش نقولك مبارك عليك خدمت مخطط زمني لسجل عام يجسد شحن تسلسل ازاحة يمين دورانية سعة واحد اوكتي ما فيها حتى اشكالية وهنا يا جماعة كملنا تمارين الاول ونروح لتمارينة رقم 2 كما راكمت تلاحظوا تمارينة رقم 2 يشبه تمارينة رقم 1 مي وش تبدل تبدل فيه نمط التشغيل اللي هو اس واحد واس صفر هذا تمارينة فيها خمس اسئيلة بنفس طريقة الطرح جماعة زينا وش مطلب منكم ووقفوا الفيديو وحاولوا في التمارين او بعدها شغلوا الفيديو وشوفوا الاجابة النموذجيا تاعكم هيا الولاد نبدأوا نحلوا تمارينة رقم 2 نبدأوا في اول سؤال سؤال ونقال لكم ما وظيفة هذا التركيب بنفس الطريقة هنكبركم التركيب ونشرحوا كل شي اول حاجة هذا وش هو سجل شامل باستخدام دارة مندمجة 74198 سؤال مطروح وش يجسد هذا السجل شامل كما تلاحظون بما انه اس واحد يساوي في سي سي واس زيرو يساوي صفر وش معانتها اصفر معانتها صفر منطقي واس واحد يساوي واحد منطقي فهذه الحالة تخيل يدك اليمنى هي اراهي ممدودة ويدك اليسرى اراهي مرفوعة بما انه ترفعت يد واحد معانتها شحن تسلسولي تسلسولي وبما أنه يد اللي ترفعت هي يد اليسر معتها شحن تسلسولي إزاحة يسر وبما أنه المعلومة بذا ما قلت له إزاحة يسر ومش معنة المعلومات ها ندخلها من Shift Left بس كو شحن تسلسولي إزاحة معلومة وهو من Shift Left تروح ال H من Shift Left تروح ال H وبعدها تروح يسر ال KG وبعدها يسر ال KF وتبقى بهذا الشكل حتى توصل K.A من هالي توصل ال K.A وشاكم تلاحظوا المعلومة لا تنفذ بالعكس تعود إلى Shift Left وتعود تروح القلية بالآخر اللي هو ال H إذا هنا وش نقوله شحن تسلسلي إذا حيصار حلقية لماذا حلقية لأنه معلومة تبقى الضوء هذا بنسبة نوع سجل كما كم تشوفون من QR جعت البوابة اللي حتكون OR بعد دخلي أكثر معلومة لمدخل الوحيد SHIFT LEFT ثاني حاجة هذه البوابة اللي اسمها C هي البوابة وش لازم تكون جمعة وش لازم تكون ركز عيم له كده عندي طريقة المسحنى عندي طريقة الأولى إما عن طريق المرحلة ابتداء من أشغلها الثانين أو عن طريق المسح اليد وش أن يقول أو إذا هذه البوابة وش ستكون رح تكون OR بمدخلها معنتها عندي أكثر من طريقة المسحنى وبما أن هذا المسح يامش بصفر منطقي هذه البوابة وش لازم تكون حتما لازم تكون من فيها إذا بوابة هذه سي رح تكون بوابة نور بمدخلها أما البوابة هذه بما أنه مربوطة بإشارة تسعى هي بوابة إذن هي تكون بوابة أند يند مهم لازم يكون فيها عنصر الماس ونحن ديما باش نخدمه نخدم بوابة أند وإكس 25 شو وظيفتها إذن بشحن تسلسل إزاحة يصار دورانية والله ما نقوله إذن بتدوير محارك خطوة بخطوة له لأنه دار من دمجة 74-188 تحكم في الوشياء محارك خطوة بخطوة معانتها متوبة أبا هنا يدور بإتجاه وحن وهنا البوابة هذه بما أنه عندي مدخل shift left واحد وعندي أكثر من معلومة وشي البوابة اللي دخلنا أكثر من معلومة اللي هي بوابة إذن عندي زوج معلومات رح ندخلهم في shift left رح ندخلهم في مدخل واحد نرجع للسؤال تعنا ونبدأ نجاوبه بالتفصيل إذن سؤال أول ما وظيفة هذا التركيب إذن استجيل الشامل 74-198 وشي نوع الشحن تعود تسلسلي إذا حيث يسار برسكوا له S1 يسوي واحد وS0 يسوي صفر دورانية برسكوا معلومة من كي أرجعت shift left ووظيفته التحكم في محارك خطوة بخطوة اللي هي إذا كم تلاحظوا كي أكي بي كي سي باش مربوطين مربوطين بالوشياء محارك خطوة بخطوة سؤال الثنين ما وظيفة ما نوعد بوابة A B C كما شرحناهم إذن البوابة B بما أنه عندي مدخل واحد اللي هو shift left وعندي أكثر من معلومة حاب ندخلها فيها كيف نحلو مشكلة عن طريق بوابة أور وبما أنه عندي مدخلين إذن بوشي هي بوابة أور بمدخلين بوابة أور وش وظيفته إدخال أكثر من معلومة في المدخل الواحد shift left رحوا الثنين البوابة A بما أنه مربوطة بإشارة الساعة إذا ما وظيفتها؟ وظيفتها بوابة AND هي لازم تكون بوابة AND وظيفتها تجسيد الإذن بإدخال المعلومة وإزاحتها وش معانتها؟ إذا كانت X25 يسوي السفر سفر في إشارة الساعة يسوي السفر هنا سجل يبقى متوقف ومحرك خطوة بخطوة يبقى متوقف النهار لمد X25 واحد منطقي واحد في إشارة الساعة تسوي إشارة الساعة بما أنه سجل عام توصل إشارة الساعة يبدأ يزيح المعلومة ومتوقف أبا إضاءة البوابة C بما أنه عندي أكثر من احتمالية المسحة إذا بوابة C ستكون بوابة R وبما أنه المسح يمشي بمستوى الأدنى لازم بوابة هذي لازم تكون ملنفية بها تعدها وتمسح بالواحد منطق إذا في هذه الحالة ما نقوله بوابة نار وشمعتها تمسح بواحد منطقي معتها X20 كلمة لها واحد واحد أو أي عدد إشارة واحد نفيتها أو زيرو وشمعتها رسالة ليصلها زيرو بها تمسح لي سجل العام إذا بوابة وش هي لازم تكون؟ هي بوابة R وبما أنه مسح يمشي بزيرو تولي بوابة النار وش واضح تمسح السجل بأكثر من طريقة إما عن طريق X20 أو عن طريق INIT سأذهب إلى سؤال الرقم الثلاثة سؤال الرقم الثلاثة ما وظيفت INIT وX20 وX25؟ هيا شمعت X25 بما أنه مربوطة بإشارة ساعة الجبهة الصعيدة اللي يتمد أوتوريزاسيو به يتم شحن تسلسول إذا حيصة ولا وش وظيفتها كما نقوله هنا تعبير الدقيق وش وظيفت X25 إذن بتدوير محارق خطوة بخطوة إذن X25 إذن بإذا حيصة دورانية وش هو السببتها؟ بسكو S1 يساعد واحد وS0 يساعد واحد ووضح سجل حلاقي ولا نقوله إذن بتدوير محارق خطوة بخطوة بسكو السجل هذا حيتحكم في وشاء موتور بأفضل روحوا لي بعدها روحوا INIT اللي هي هذه بما أنه INIT مربوطة بالـ R والـ R هذا هو مسح والإنت شو معانتها تحتاج تدخل إنسان إذن INIT شو نسميها مسح خارجي معانتها شخص خارجي من طريقة وش هي يدوية لازم يدخل فيها الإنسان إذن INIT وش هي مسح السجل يدوية خارجية X20 بما نفس الطريقة X20 كذلك مربوطة بالمسح الجماعي إذن وظيفتها المسح ماذا فرق ما بين X20 والـ INIT X20 هي مرحلة ابتدائية من شغولة 2 وش وظيفة مسح السجل آليا وش معانتها مجرد تنشط مرحلة X20 من من شغولة 2 راح يتمد واحد منطقي واحد منطقي أو أي عدد وش يسوي واحد نفي الواحد هو صفة هنا سجل وش هيصاله يتمسح إذن وش نكتبوا مرحلة ابتدائية من شغولة 2 وظيفتها مسح السجل خارجيا آليا راح يتمسح السؤال الرقم 4 أكمل تصميم لهذا التركيب بنفس الطريقة كما أعطيتها لكم في تمرين الأول أول حاجة أعطاكم هذه الدارة مندمجة 740198 فيها 24 قطب فهذه الحالة وش لازم لي لازم يتبع خطوات الاستراتيجية وش هي الأولى وش يقول لك لازم تدير تقضية كتكمل تقضية راح تشوف المسح في الوثيئة قصة نشكون يقوم بعملت المسح كما هنا X20 وينيت استراتيجية ثلاث وش هي خطوات ثلاث وش هي لازم تشوف إشارة الساعة شكون يمد إشارة الساعة لي دارمون دابجة 740198 وخطوة رابعة شوف النمط التشغيل هل هو شح تساس اليمين ولا يسار ولا شح تفرعي ولا ذاكرة وآخر حاجة لازم تشوفها مخاش هيا نبدأ أول حاجة اللي هي التغذية لازمني نغذي VCC قطبة 24 بVCC بهذا الشكل ولازمني قطبة 12 نربطه بجياني هذي أول حاجة طبقت الخطوة الأولى الخطوة الثانية اللي هي مسح شكور يقوم بعملية المسح كانت طريقتين إما مسح الآلي عن طريق X20 أو مسح يدوي عن طريق إنت إذن نحوصه على Clear Bar اللي هي رقم 13 إذن نكتب هنا X20 وهنا إنت والبوابة اللي تجسدها هي بوابة OR وبما أنه المسح يمشي بصفر منطقي وش لازم يكون هذه البوابة لازم تكون من فيها الصفر يتبع الصفر حسناً والمخارج تكون النور نربطها بقطبة 13 في هذه الحالة كملت المسح الخطوة الثالثة نشوفه إشارة ساعة شكور يمد إشارة ساعة تسجيل الشامل كينا بوابة الإذن مدخل أول ما نربط بإشارة الساعة الخارجية ومدخل الثاني ما نربط بX25 بإشارة المسح يمشي بصفر إذا سيصبح ضواراً إذا نحاول على مدخل 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 أولها قطب مدخل أولها فإن كينا نريد أن نعمل سيكون هناك غير مدخل يجب أن تكون هناك مدخل سنحن تعمل سنحن تعمل سنحن تعمل فإن كينا نعمل نعمل مدخل أول مدخل نحن تعمل الرابع قبل أن نذهب إلى النمط، نرى الرابع هو نمط التشغيل نمط التشغيل S0 أعطيها لصفر منطقي يعني هذه السفر نربطها بـ G&D ونقوم بإمكان نقطة تقاطع إجمع نقطة تقاطع، ولا تنسوها بأن الأستاذ يعرف أن يصحح الورقة أنت عاكم يفهمها ملي ونزيد الثاني حاجة S1 كما تلاحظون كما تلاحظون S1 كما نربطها بال VCC مع أن تعطيتها واحد منطقي إذن S1 يقاطع برقم 23 كما نربطها بال VCC ونقوم بإمكان نقطة تقاطع وهنا هناك نمط وشحن تسلسلي إزاحة يصل بشكو S1 فقط هو ليساوي 1 بعد ما كملت الإزاحة رحوا نشوفو شف طريق تجمع ما نحتاجه هاش بس كلها نمط شحن تسلسلي إزاحة يصل نحتاجه شف طريق إذن شف طريق كما نربطها نربطها بال G&D ونقوم بإمكان نقطة تقاطع هذي وآخر حاجة نروحوا ليها اللي هي المخارج كما تلاحظون مخارج K-A-K-B حتى ال-K-H مربطة بالوشع إذن نبدأ ونرسمهم القطب الرابع اللي هو في K-A نربطه بالوشع L-1 القطب السادس K-B نربطه بالوشع L-2 القطب الثامن اللي هو مخارج K-C نربطه بالوشع L-3 Q-D بوشع L-4 القطب الرابعة K-O-5 بنفس الطريقة L-6 L-18 L-7 وآخر مخارج K-H L-80 بعدها ونرى هل هناك إزاحة حلقية أم لا كما تلاحظون المعلومات تمشي من Shift Left K-A-K-G حتى نتوصل K-A بعدها كما تلاحظون نقطة التقاطع وتعود ترجع Shift Left إذن هذا سجل حلق إذن ما نفعل؟ إذن عندي هذه البوابة لازم هذه البوابة لازم تكون أوربة تدخلي أكثر من المعلومات المدخل واحد اللي هو Shift Left إذن نجيبوا نقطة هذا K-A وندوها Shift Left ما نقدوش ندوها مباشرة بسكم عندي معلومتين على هذا ما نجيب أن نرسم؟ نرسم بوابة أور مدخلين مدخل الأول نرطه ب-K-A ومدخل الثاني نرطه بالمعلومة الإبتدائية مورد إزاحتها نحو اليسارة الدورانية والمخرج تعد بوابة باش نرطه بالقطة 22 اللي في Shift Left وهنا يجمع كملنا سؤال رقم أربعة روحوا السؤال الأخير اللي هو سؤال رقم خمسة أشكركم أكتب معادلة Clock وأكتب معادلة طريقة بسيطة جداً ما فيها حتى إشكالية إذن هذه هي المعادلة Clear إذن معادلة المسح هذه أجمع الخطة البنفسجية هو معادلة المسح إذن معادلة المسح وش تساوي؟ بما أنه كينا بوابة نور إذن وش تساوي؟ تساوي X20 زايد إنيت كل من فيها وإذا ما جبتها منتصمي بتاعك تجيبها من المخططة الوظيفة اللي هي هذه إذن وش نكتب هنا يا؟ إذن الراز ماذا يساوي؟ يساوي X20 أو إنيت كل ما فيه هذا بالنسبة بالنسبة لمعادلة المسح المسح روحوا بالنسبة لمعادلة Clock اللي هي القطبة رقم 11 إذن في إذن بالإزاحة اللي تجلسدها بوابة إذن والله نقدر نخارجوها من المخطط الوظيفة والله وثائق الصانع إذن ماذا يساوي؟ يساوي X في X25 بهذا الشكل وهنا يجمع الزنا كمنا تمرين رقم 2 نتمنى أنكم فهمتوا منه منه واللي ما فهمش تمرين الجماعة يزيد يعاودوا مرة ثانية وبإذن الله ما يزيد يلقى حتى إشكالي وبإذن الله رح يوصل مستوى عالي أكثر من مستوى بتاع المدارس والثانوية الجزائرية جماعة روحوا تمرين رقم 3 تمرين رقم 3 كما تلاحظوا طالي سجل شامل مي S0 و S1 قيمتها متغيرة شكل يتحكم فيها S0 و S1 يتحكم فيها X و X قيمتها إحتمال عنده إحتمال يتمدلوا 0 يتمدلوا 1 نهارا يتمدلوا 0 S0 و S1 يتحكم فيها معناتها شحن تلسلسلي يسار ومن بعدها نشوفوا أسكو دوراني ولا لا لا ونهارا X يتحكم فيها 1 و S0 و S1 يتحكم فيها 0 وما معناتها هنا بقوبة نوت معناتها ماذا سيكون شحن تلسلسلي يمين إذن هذا التركيب كنا نشحوهم له جماعة زينا وش مطلوبكم وقفوا الفيديو وحاولوا في التمرين وبعدما تكملوا شوفوا الإجابة النموذجية هاي جماعة نحلوا التمرين رقم ثلاثة نبدأ السؤال الأول وش يطلبنا السؤال الأول قال لك ماذا يحدث عندما X يساوي 0 و عندما X يساوي 1 هاي جماعة شوفوا نبدأوا نجزدها نبدأوا في X يساوي مثلاً قبل هذه وروحوا نشوفوا التركيب هذا ونشرحها هاي جماعة نبدأوا في حالة X يساوي 1 وش هاي يصرع في حالة X يساوي 1 وماذا يسلع كما تعنيους بما أن العيد بيت Alg to our Notes كيف علينا بيت نقط شغل الليزيره إلاape X تحتويở مع أن X تغير رائع وينزير أحد وس واحد يساوي صيفا تختار بيدك بما أن X تحتوي 그� rev這樣 يعني أن X يساوي 1 مع أن يدnın يمنا ويف الذي يكلفه يمنا يذاك المعلومة من شيف ترايت ترحكي A بعدها ترحكي B يمينا ترحكي C يمينا ترحكي B تبقى تمشي 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 حتى توصل آخر قلب من بعدها وشاكم تلاحظوا في القلب الأخر كانت نقطة تقاطع هل المعلومة تعود ترجع ترجع شيف ترايت إذن وش نقوله في هذه الحالة لما X يساوي واحد وش يخدم لي هذا السجل الشامل يجسد لي سجل شحن تسلسلي إذا حيامين وبعدها تعود ترجع إذا حيامين حلقية أو دورني في لما X وش يساوي يساوي واحد وروحوا لإحتمال الثاني لما X يساوي صفر هيا جمعوا شوفوا معي كتن X يساوي صفر A صفر شي يساوي يساوي الصفر وصفر كتن فيه وشي ولي واحد معانتها S واحد يساوي واحد معانتها اليد يمنى تاعك عطيت لها صفر معانتها تولي يد ممدودة ويد اليسرى عطيت لها واحد معانتها يد تولي مرفوعة وبما أنه مرفوعة يد واحدة معانتها شحن تسلسلي وبما أن يد اليسرى هي المرفوع معناتها شحن تسلسولي إزاحة يسار معناتها وشحن المعلومات بمين نحن دخلوها ندخلوها بشيفت ليفت فقط صحيح بعدها نشوف المعلومات من شيفت ليفت تروحكي آش يسارا بعدها تروح الجي يسارا بعدها الاف يسارا حتى نتوصل القلب الأول اللي والآه بعدها نتلاحظه هناك هنا نقطة تقاطع وهذه المعلومات تعاود تراجع تعاود تراجع شيفت ليفت والدور إذن هنا وش مقولوا في هذه الحالة لما X يساوي 0 ما نقوله شحن تسلسولي إزاحة يصار حلقية أو دورانية وإذن هذا السجل ما نقوله له هذا السجل جسد لي نوعين من الإزاحة عن طرق X إذا كان X يساوي 1 كما شفناها شحن تسلسولي إزاحة يمين دورانية وإذا كان X يساوي 0 شحن تسلسولي إزاحة يصار دورانية وهذا السجل يا جماعة ووظيفة تعاود يتحكم في وشائع محارك خطوة بخطوة إذن هذا المحارك خطوة بخطوة يدور في إتجاهين وهذا نحتاجه بزيء في المنظومة الصناعية هيا جماعة نزيدون نكملوا وش بقنا في المخاطط الوظيفة وثيقة تصنع لازم ندرسوها مليح هنا طرق مسح سجل عندي طريقتين إذن هذه البوابة وش لازم تكون بوابة R وبما أنه المسح يمشي بصيفة لح تقولي نار كيف نمسحها إما عن طريق مرحلة ابتداء من شغلها خمسة وهذا نسميه مسح خارجي آلي ولا عن طريق هذه الضارة هذه الضارة بما أنه فيها ضغطة ومقاومة هذه الضغطة لازم تحتاج الإنسان يدخل ويضغط عليها بها نمسحه سجل إذن هذه إنتاجها وش نسميها سميها مسح يدوي ونهارا جماعة لك أن يعطيك المقاومة والمكثفة بلا الضغطة هنا وش نسميها مسح الآلي بدون تدخل الإنسان تمسح السجل عن طريق شحن المكثفة لحظة الابتداء رحوا البوابة سي البوابة سي بما أنه مربوطة بإشارة ساعة معنتها إذن وظيفتها إذن بكذا وهذه البوابة لازم تكون بوابة أند إذن إذن إكس نينو خمسين وش وظيفتها إذن بشحن تسلسل إما إذا حياة من دورانية أو إذا حياة دورانية عن طريق إكس ولا وش نقوله إذن بتدور محرك خطوة بخطوة بخطوة للموتور بأرض والآشوشي هي إشارة ساعة هي جاية من 555 ولا جاية من سيموس على حساب تركيب للموتور رحوا البوابة دي بما أنه عندي مدخل واحد وعندي أكثر من معلومة وش لازم تكون بوابة لازم تكون بوابة أربع تدخلي أكثر من معلومة في مدخل واحد كما تلاحظوا هنا كذلك أشياء في ثلاثة عندي أكثر من معلومة وحاب ندخلها في ثلاثة إذن بوابة أربع تكون بوابة أربع تدخلوا فيها أكثر من معلومة في مدخل واحد هين نرجعون ونجاوبوا على الأسئلة إذن السؤال الأول ماذا يحدث عندما إكس يساوي السفر وإكس يساوي واحد إذا ما إكس يساوي واحد كما شفنا جمعة أس صفر شي يساوي يساوي واحد وأس واحد يساوي السفر هنا ما نقوله؟ نقوله السجل الشامل يجسد سجل شاحن تسلسلي يمين دوران بس كما معلومة راح يضع الإحتمال الثاني لما إكس يساوي سفر وإكس 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 يساوي واحد هنا ما نقوله؟ السجل الشامل يجسد سجل شاحن تسلسلي يسار دوران يسار دوران هنا أنا أعكست الكتب أجمعها شاحن تسلسلي يسار دوران هذا بنسبة السؤال الأول بنسبة السؤال الثاني قال لكم ما وظيفة هذا التركيب إذن هذا وشه هو؟ هو سجل شامل دار مندمج 74 ألاس 198 من عائلة تيال وشه وظيفته؟ شحن تسلسل إزاحة دورانية أو إزاحة يمين دورانية وفق المدخل X وشه وظيفته هذا التركيب بالضبط؟ وظيفته التحكم في محارك خطوة بخطوة لدور في اتجاهي رحل السؤال الثلاثة سؤال ثلاثة ما هو النوع البوابات A, B, C, D شرحناهم بالتفصيل وأنا نكرروا فيهم بها مرة جاية إن شاء الله بإذن الله ما تنسوهمش نبدأ البوابة C بوابة C بما أنه مربوطة بإشارة الساعة وظيفتها إذن إذن شنقوله وش لازم تكون هذه البوابة لازم تكون أند والله ناند إذن بوابة أند وظيفته تسيد الإذن بإدخال معلومة وإزاحتها وهنا شنقوله X52 وظيفتها إذن بشح تسلسل يمين أو ياسر ولا إذن بتدور محرك خطوة بخطوة رحوا البوابة B بوابة B بما أنه مربوطة في المسح وعندي أكثر من طريقة المسح هذه البوابة حتكون أور وبما أنه المسح يمشي بزيرة ولازم حتما لازم تكون بوابة نور إذن بي وش هي بوابة نور وش وظيفتها مسح السجل بأكثر من طريقة إما عن طريق X50 أو عن طريقة ENIT رحوا البوابة A البوابة A اللي هي بوابة أور وش وظيفتها؟ وظيفته إدخال أكثر من معلومة في مدخل واحد هذه البوابة كيودي يعطيك أكثر من قيمة وعندك مدخل واحد كيف تحل المشكل؟ تحلو عن طريق بوابة أور عندك زوج معلومة تدير بوابة أور بمدخله عندك معلومة تحب تحكم في نفس مدخل واحد تدير بوابة أور بثلاثة مدخل وآخر بوابة اللي هي بوابة دي نفسها عندي مدخل واحد شفت رايت فحاب نتحكم في أكثر من معلومة إذن بوابة أور وظيفتها إدخال أكثر من معلومة في مدخل واحد اللي هو شفت رايت هكذا جمعنا نعكسها هنا شفت لفت وهنا شفت رايت رحوا لسؤالة ربعة موظيفت إك إينيت و إكس خمسين و إكس دين و خمسين وشرحناهم بالتفصيل هاي نبدو إكس دين و خمسين بما أنه مربوطة بإشارة الساعة إذن شو وظيفتها إكس دين و خمسين و شو وظيفتها إذن بإزاحة يساء دواراني أو يمين دواراني وفق إكس ولا أحسن تعبير وشي هو بما أنه هذا سيجي يتحكم في موطة أبو شو نقوله إذن بتدوير محرك خطوة بخطوة يدور في اتجاهي رحوا لإينيت الإينيت تجمع بما أنه مربوطة بالمسح إذن إينيت هنا شو نقوله و شو وظيفتها وظيفته مسح السجل الشامل يدويا عند تدخل إنسان أما إكس خمسين هي مرحلة سيفر وش معنتها مرحلة ابتدائية خمسة من أشغولة خمسة وش وظيفتها مسح السجل آليا خارجيا وإينيتو إكس خمسين في زوجه نسميه مسحة خارج إذن إكس خمسين مرحلة ابتدائية من أشغولة خمسة وظيفتها مسح السجل شامل خارجيا رحوا لسؤال رقم خمسة أكمل تصميم لهذا التركيب بنفس الطريقة كما حكيناها من قبل أجماع عندكم استراتيجية فيها خمسة خطوات الخطوة الأولى وش هي تغذية السجل دارامون دمجة ربعة وسبعين أليس مئة وثمينة وتسعين خطوة ثانية وش لازم تشوف تشوف المسح شكون يقوم به خطوة ثلاثة شوف شكون يمد إشارة الساعة خطوة رابعة شوف النمط التشغيل الصفر وصوحة وخطوة الأخيرة شوف المخارج هاي نبدأ وش معاه إذن هذه السركوية أنتيجري فيها 24 قطب أول حاجة وش لازم نغذيه دارامون دمجة القطب 24 نربطه بالVCC والقطب 12 نربطه بالGianti هذه أول حاجة طبقت الخطوة الأولى ورحوا الخطوة الثانية الخطوة الثانية شكون يقوم به عملية المسح سجل إذن هنا عندي بوابة بمدخلين إذن طرق المسح كنا طريقتين إما عن طريق X50 أو ENIT نرسم البوابة OR وبما أنه كلير يمشي بالمستوى الأدنى حتماً هذه البوابة وش لازم تكون لازم تكون منفية بها يولي X5 يتمدلوا واحد يباها واحد أي عدل شي سوي واحد نفي تاع الصيفة الصيفة هذا يولي YAK TV بقطب 13 ونربطوها بقطب 13 خطوة الثانية نشوفه إشارة الساعة شكون يمد إشارة الساعة إذن هنا كان بوابة الإذن هذه البوابة لازم تكون END مدخل أول وش هو جماعة اللي هو X52 ومدخل ثاني اللي هو X والمخرج البوابة نربطوها بالقطبة 11 هنا كملت إشارة الساعة خطوة رابعة نشوفه نمط التشغيل كما كنتلاحظوا X هذه مربوطة مباشرة بS0 وكان بوابة منفية باتربط بS1 إذن وش نجيبو نجيبو X مباشرة نديروا بوابة NOT مدى بدأت بوابة NOT هنا بالبوابة نديرها لS0 وبعد البوابة NOT نديرها لS1 كما تركي كما هنا بعد البوابة ونروح نروح لS1 نربطها بS1 هنا كملت S1 بقالي S0 ما كنت يتحكم في X معندها نجيب نقطة هذه ونديها لقطبة رقم 1 اللي هو S0 هنا كملت نمط التشغيل هنا نمط التشغيل متغير وفق قيمة X من بعدها نروح لأخر حاجة المخارج إذن نجيب ستيلو ونبدأ نرسم المخارج كي A فش يتحكم L1 كي بي في L2 كي سي L3 كي دي L4 كي أو L5 كي أف L6 وكي جي L7 وآخر ما خرج كي أش مربوط ب L8 من بعدها نشوفه جماعة هنا وش عندي سيجيل حلقي وش نديرو في هذه الحالة نبدأ هنا Shift-Left كما تلاحظوا Shift-Left فيها مدخلي لازم نبوط ب L إذا نجيب نقطة هذه آخر نقطة في كي A وانت تعالي تروح ترح Shift-Left إذا نرسمو خط بهذا الشكل ما وش لازم نزيد هنا لازم نزيد بوابة R بوابة R مدخل أول نربطه ب كي A مدخل ثاني نربطه بالقيمة الإبتدائية موراد إزاحاته نحو اليمين دوارة ولمخارج تعل بوابة هذه باش نربطه ب Shift-Left هنا يكمل Shift-Left رحوا Shift-Left كما تلاحظوا Shift-Left كذلك كفيها بوابة R إذن إذن معلومة من جهة بوابة R جهة من القلب مخرج كي A إذن كي A نربطه بهذا الشكل بها رحوا Shift-Left نديرو بوابة R مدخلين مدخل أول نربطه ب كي A مدخل ثاني نمده لوله القيمة الإبتدائية 0-0-1 ولمخارج بوابة نربطه ب Shift-Left وهنا يجمع كملنا تصميم لهذا التركيب انطلاقا من وثائق صانع المعطات رحوا آخر سؤال اللي هو أكتب معادلة Cloxica والمعادلة Theromese A 0 نفس الطريقة إذن هذا الخط البنفسجي هو المسح إذن شكرا يقوم بعملية المسح اللي هو X50 أو INIT لكل من في ولا نجيبوها من وثيقة الصانع إذن كما كم تلاحظوا هنا بوابعطيتها لكم مجهولة به تعاودوا تجيبوها وحدكم ماشي اشارة حتى يمدها لك في وثائق الصانع لكم تلاحظوا في البكر دي ما تعطى بساقة المرة جاء في البكر ما يعطيها لك ما يعطيها لك مجهولة لازم تجيبها وحدك إذن روميز A0 ما يساوي يساوي إما X50 أو INIT الكل ما في رحوا اللي بعدها CKA إشارة السعى جمعة قطب 11 شوش تساوي H52 ولا نجيبوه من الوثائق الصانع إذن وش نكتبوه هنا CKA وش يساوي X52 في إشارة السعى الخارجية H وهنا يكملنا تمارين رقم 3 جمعة زينة وش بقونا بقونا ربع تمارين وهذا تمارين رح يكون الأشخر ذو مستوى العادي والأساتذاء الجدد هذول تمارين اللي بقوا وربع رح نحلهم في حصة 32 معناتها أي شخص يكتفي بالثث تمارين إلا أعطيتهم له واللي يحب يطور مستوى أو يكون تكوين تعو عالي وشي هو يكمل باقي تمارين تمارين ربع اللي هو هذا كما كما تلاحظوا طريقة جديدة في طريقة الأسئلة هنا تمارين رقم خمسة يشبه مئ عكس تعو وتمارين رقم ستة اللي بيستخدام تجسيد عدد جونسون إزاحة يمين دوارانية وتمارين الأخير ساب وشي هو تجسيد دارمون ديبج 74 ألاس 1898 لعدد جونسون شاحن تسلسون إزاحة يصار دواراني وهنا وصلنا إلى نهاية الحصاء أتمنى التوفيق للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة